يا ناطقا بالضاد حسبك رفعة أن الإله كتابه بالضاد ما بال أقوام تحرف قولهم قد بدلوا سين الكلام بصادي إن أنت ألقيت السلام عليهم ردوا بهاي دون أي سهادي أبناء ضاد ويحكم يا إخوتي إن العروبة تشتكي وتنادي ما بال أحرفي البليغة عندكم هل قصرت يوما بوصف مرادي إذن الحرب أستاذ أحمد مع اللهجات للأسف بين أبناء الجالية العربية للأسف نعم اللهجات طغت حتى أصبحنا نتكلم عن أنفسنا نحن كمجتمعات خاصة الجميع بنا يفخر بلهجته الخاصة لا يفخر باللغة العربية حتى في بعض الكلمات كما قلت أنت إذا أراد أن يتكلم باللغة العربية شعر أنه غريب نعم بين العرب كيف يمكننا تقوية الوازع العربي الوازع الديني سمه ما شئت كيف يمكننا تقويته في صدورنا كي نكون أقوية عندما ننطق اللغة العربية لا بد أولا أن نعلم أبناءنا وصغارنا وشبابنا حتى والكبار مننا أهمية اللغة العربية وليه لماذا يتعلم اللغة العربية هل يتعلمها من قبيل أنها مفاخرة ورساها عن أبيه أو عن جده أو أنه يعيب عليه الناس حين يرجع إلى بلد ما أو إلى أن يقابل أصدقاء بأن أولاده لا يتكلمون العربية لا هو لابد أن تكون بداخله حب اللغة أن تكون بداخله أنه يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بهذه اللغة التي يقرأ بها القرآن ويقرأ بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنة أنت كان على مستوى الصغار لابد من إدماجهم وفورا على مستوى الصغار لابد من إدماجهم وفورا التعليم في الصغار كالنقش على الحجر ولا أخفيك سرا ها هنا في مثل هذه البلاد الشباب حين يبلغون من العمر 12 سنة أو 13 سنة فما فوق يكون عندهم رغبة عن تعلم اللغة العربية رغبة عن التعلم في المسجد رغبة كبيرة جدا لأن أصبحت التحديات أمامه كثيرة ليس عنده وقت الدراسة طولها كبير الأبحاث التي يقدمها الأعمال التي يكون بها فليس عنده وقت لأن يكون بمثل هذه الأعمال فالتعليم في الصغر كان نقش على الحاجة فدائما نقول ادمج ولدك ادمج ابنك في أقرب مكان يدرس اللغة العربية إن كان مزيدا فبها إن كان مركز تعليمي فبها دائما هناك كمان يعني عامل أساسي على المعلم هل المعلم هذا مؤهل لتعلم اللغة العربية وتعليمها يعني لو كنا أن المتخصصين هم قلة حين تأتي بالمتخصص باللغة العربية ليعلم اللغة العربية لا يكفي المتخصصين قلة نعم لكن هناك المؤهلون والمؤهلون أولئك ممكن أن أنت تقيم لهم دورات هناك خبرة اكتسبوها من التعليم هناك من يقرأ منهم اللغة العربية والكرآن الكريم بشكل سليم يستطيع أن يعلم غيره فإذا كان المعلم هذا عنده من الكفاءة أن يقوم بهذا الأمر إذن نشجعه ويعني نحسب المعلمين الذين يقومون على هذا الأمر كلهم يعني الأمر خدمي أكثر منهما هو يعني ربحي أو شيء يقومون بأمر خدمي ورسالة سامية يقدمونها لأولادنا فالصغار دائما ادمجهم في مجتمع عربي ادمجهم في مجتمع مسجد ادمجهم مع أصدقاء عرب يتكلمون العربية سواء عبر الهاتف سواء عبر مواقع التواصل يتعلمون الكتابة بالعربية للأسف أولادنا اليوم حين يكتبون يكتبون كما ذكرنا يتكلمون العربية ولكن يكتبونها بالحروف الأخرى ومما يعني لا شك به أن هذا يقع به حتى الكبار نعم للأسف يعني الكبار وإن كانوا يكتبون العربية أنت حين ترى مواقع التواصل الاجتماعي والكلمات التي تكتب تتعشب يكتبون إن شاء الله كما تراها نعم بأحرف أجنبية وأحيانا يدخل فيها الأرقاء نعم نعم معذرة وأحيانا يكتبونها خطأ يعني يكتب إن شاء الله هذه بإصالها أو يعني الحروف متصلة وينشرها على مواقع التواصل كيف هذا رجل كبير وعربي لا سيما إذا كان يعني يعمل في مجال تعليمي للغة العربية أو تسمع خطيبا أو مدرسا يلحن باللغة العربية نقول إن لله وإن لا يراجعون يعني يعني عمت البلوة بألسنتنا جميعا إلا من رحم ربي يعني كلنا كلنا مقصرون في هذه النقطة ترجمة نانسي قنقر